اشتركوا في القناة الانفتاح ممنهجاً ليوازن بين سعي الحكومة للانفتاح وحرصها على حفظ الأمن والاستقرار فكلاهما مرتكز هام للجذب الاستثماري هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عدداً من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدداً من المسؤولين بالمملكة حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن البحلي وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالكفاءات الوطنية وما تطلع به من دور فاعل في مسيرة العمل الوطني مؤكداً سموه أن الرجال ونساء البحرين كانوا على الدوام مصدر فخر واعتزاز وبهمتهم وعزمتهم ارتقت مملكة البحرين في سلم التقدم والتطور في مختلف المجالات حتى بلغت للريادة في ميادين عدة وعبر سموه عن الفخر بما يبديه المواطنون من حرص على صون الوحدة الوطنية وترسيخها بوعيهم وحسهم الوطني العالي إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن النمو الحضري الذي تشهده مملكة البحرين وازدهار الحركة العمرانية ونمو النشاط الاستثماري فيها يتطلب أن يتواكب معه مشاريع آنية ومستقبلية تكفل استيعاب ما يترتب على ذلك من ازدياد الحركة على الشوارع لافتاً سموه إلى أن الجهات المعنية لديها توجهات واضحة بشأن وضع حلول سريعة وفعالة للتعامل مع الازدحامات المرورية وتخفيفها وبخاصة في الشوارع العامة والحيوية وذلك بتطوير شبكة الطرق الرئيسية وإنشاء المزيد من الجسور والأنفاق واستعرض سموه مع الحضور جملة من الموضوعات على الساحة الدولية حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن التطورات والمسجدات الإقليمية تتطلب معها التعاطي بيقظة وحذر أن تضمن لنا الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وضمان استمرار مسيرة النمو الاقتصادي في تحقيق أهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر